علانت وزيرة تخطيط هلا سعيد عن تخصيص ستة مراكز تكنولوجية متنقلة مجاهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار انتقال الوزراء والهيات الحكومية وموظفيها إلى المقار الجديد بالعاصمة قالت أسعيد أن سائرات المراكز المتنقلة تأتي بهدف التيسير على العملين المتنقلين أو المنتقلين العاصمة والمواطنين ومشيرة تاني لأنه من المستهدف أن تقدم تلك المراكز خدمات الشهر العقري والتوثيق وخدمة وصاحة الأحوال المدنية وما يستجد من خدمات تتوصل جهود الدولة نحو التحول الرقمي بكل المجالات ولسيما القطاع الزراعي وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والتي من شأنها أن تحافظ على مكانة القطاع الكبيرة المزيد نتابعه في هذا التقرير وسط استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي بكافة المجالات نجح القطاع الزراعي في مواكبة هذه التطورات من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والتي من شأنها أن تحافظ على مكانة القطاع الذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي المبادرات التي تسهم في التحول نحو زراعة حديثة ذكية شملت إصدار كارت الفلاح الذي يوفر قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتم بالفعل طباعة أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف كارت وتوزيع نحو اثنين مليون كارت منها على المزارعين ويجرى حاليا استكمال عملية التوزيع ميكلة خدمات الحجر الزراعي كانت ضمن خطة التطوير بهدف تسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين وأيضا تسهيل الربط بين الموانئ المصرية والمعامل وكافة الجهة المعنية ونتيجة للاهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع الزراعي من القيادة السياسية ارتفع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من مطلع يناير الماضي وحتى الثامن من ديسمبر الجاري لتبلغ نحو خمسة ملايين وثلاثمائة ألف طن من المنتجة الزراعية البوابة الإلكترونية الزراعية تعد أيضا من أهم مقاومة تطوير المنظومة الزراعية لتحقيق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين في القطاع حيث تم إدراج عشرين خدمة حاليا للتشغيل التجريبي وأيضا إطلاق تطبيق هدهد الذي يعمل على توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازة الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارة الزراعية والتوجيه السليم وفي إطار المرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغر المزارعين والمربين تم تطوير عدة مراكز لتجميع الألبان ضمن المبادرة ليبلغ إجمالي عدد المراكز المطورة على مستوى الجمهورية 150 مركزا منظومة الرأي الحديث تأتي أيضا ضمن استراتيجية الدولة نحو استخدام أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية بهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليف استخدام الوقود والطاقة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة الصادرات ترجمة نانسي قنقر